اشتركوا في القناة من 19 لسنة 1976 ميلادية في شأن الأوسمة ثم انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال حيث لم يوافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية من حيث المبدأ أيضا قرر المجلس الموافقة على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من حيث المبدأ ووافق على طلب اللجنة باسترداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك لمزيد من الدراسة ووافق مجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه في الاجتماع القادم توافقنا بجلسة اليوم مع قرار مجلس النواب بخصوص مشروع القانون برفضه وأتى هذا الرفض مبتنع على مسألة بشكل أساسي أن مملكة البحرين بموجب نص الدستور وكذلك التشريعات الخاصة المنظمة لإتحاد النقابات العمالية نصت على مسألة وضع النقابات العمالية تأسيسها الحق فيه وإيجاد كيانها وكذلك دعم كل ما من شأنه في مجال العمل النقابي تم رفض المشروع باعتبار أن القانون المفترض أن يدرج فيه هذا التعديل بشأن الأفصاح والإقرار بالذمة المالية يكون نطاقة في قانونه الخاص الخاص في النقابات العمالية وافق اليوم مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1997 والخاص بتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية ويهدف هذا المشروع بقانون إلى إجراء بعض التعديلات واتخاذ بعض التدابير اللازمة لصرف الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية وأيضا تجديد العقوبة على بعض الأفعال الجديدة التي لم تكن مشمولة في القانون النافذ منها مثلا العرض أو بايع أدوية مخدرة أو أي أدوية بدون وصفات أو بدون ترخيص ترجمة نانسي قنقر